وشدد مع اليوزر الخارجية أنه في الوقت الذي يجب العمل فيه لإيجاد آليات مشتركة لضمان الأمن في المنطقة فإننا نجد مصدرا يعرقل هذه الجهود ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وهو قطر في ظل نهج خطير يقوم على نشر الإرهاب وتغذيته ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم الوطنية والسعي لتدميرها وإغراقها في الفوضى الوقت الذي ينبغي فيه العمل لإيجاد آليات مشتركة تضمن الأمن الجماعي في الشرق الأوسط فإننا نجد مصدرا آخر يعرقل هذه الجهود ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وهو قطر التي لا زالت تصر على سياساتها وممارساتها التي تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي في ظل نهج خطير يقوم على نشر الإرهاب وتغذيته ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم الوطنية والسعي لتدميرها وإغراقها في الفوضى وقد كانت بلادي هدفا لمخططات قطر التي لا تقتصر على ما حدثه خلال عام 2011 وموفرته من دعم مالي وإعلامي ولوجستي لأعمال العنف والإرهاب بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير حيث تكررت اعتداءات قطر عبر التاريخ على جيرانها ومن ذلك اعتدائها على أراضينا في 1937 و1986 وعلى حدود المملكة العربية السعودية في عام 1992 وتعاملنا مع كل هذه الحالات بحكمة وبصيرة من أجل إبعاد الشعبين عن أي ضرر يلحق بهما فنحن والشعب القطري شعب واحد كنا تحت قيادة واحدة وتربطنا وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير المشترك وستظل علاقاتنا وثيقة وعصية على كل من يحاول إثارة الفرقة أو يسعى لتغيير هذا الواقع الأزلي الثابت ترجمة نانسي قنقر